السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل خانت فاتن حمامة زوجها عز الدين زو الفقار مع عمر الشريف؟ انت لسه بتحبها يا استاذ هذا السؤال سألوا احمد عيسى مساعد المخرج عز الدين زو الفقار أثناء تصوير فيلم نهر الحب فقال المخرج عز الدين زو الفقار وهو في حد ممكن ما يحبش فاتن وتعود قصة هذا الحوار إلى عام 1960 أثناء تصوير فيلم نهر الحب الذي قام ببطولته فاتن حمامة وعمر الشريف وكان متزوجان آنذاك وأخرج العمل عز الدين زو الفقار بعد انفصاله عن فاتن حمامة وحين جاء وقت تصوير مشهد نوم فاتن حمامة بالكتار غلبها النوم بالفعل أثناء التجهيز للتصوير ووقف الراحل الجميل عز الدين زو الفقار ينظر لها وقد دمعت عيناه فسأله مساعده أحمد عيسى أنت لسه بتحبها يا أستاذ ورد عز الدين عليه وقتها قائلا وهو في حد ممكن ما يحبش فاتن وجمع هذا الفيلم مسلس درامي عصيب حيث كتبوا أخرجوا زوج فاتن السابق وقام ببطولته زوجها في هذا الوقت عمر الشريف ولم يكن قد شف يزو الفقار من حبها بعد ولكن النصيب والقدر كان قد قال كلمته وحدث الفراق ربما لا يعلم الكثيرون بشأن قصة الحب التي جمعت بين سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة مع أعزم المخرجين الذين طوروا في السينما المصرية وهو المخرج عز الدين زو الفقار بسبب ارتباط الناس بقصة حب فاتن حمامة وعمر الشريف التي طغت على كافة القصص لنجومية السناء الكبيرة ولكن في هذه الحلقة سنلقى الضوء على الزواجة الأول في حياة فاتن حمامة تزوج عز الدين زو الفقار فاتن حمامة في أبريل عام 1948 بعد قصة حب جارفة بدأت مع ثاني عمل سينما يجمعهما بفيلم خلود وهو الفيلم الوحيد الذي شارك عز في تمثيله إلى جانب إخراجه بعد عامين من لقائهم الأول في فيلم أبو زيد الهلالي عام 1946 عاش عز الدين مع سيدة الشاشة العربية ست سنوات أنجب خلالها ابنته نادية لعل أبرز وصف حبيب لمعشوقته قد تلخص فيما وصفوا بها حين قال أن جمال شخصيتها أقوى من جمالها المحسوس وأنها لو وضعت وسط مجموعة من ملكات الجمال في العالم فستجذب الاهتمام وتخطف منهن الأضواء لتغيان شخصيتها عليهن جميعا كما مدح قدراتها التمثيلية بقوله هي المعجزة الثالثة في القرن العشرين مع أم كلسوم عبدالوهاب فهي تتصدر قائمة الممثلات وهي الممثلة الأولى في مصر وتظل بعدها عشر خانات في القائمة فارغة لا تجد من ينافسها حتى تصل إلى القائمة رقم 11 حتى تأتي الأسماء الأخرى أما عن كيفية زواجهما فقد حكاها المخرج عز الدين زلفقار تزوجنا في مغامرة كنا نعمل في فيلم خلود وعقد القران في فيلا فؤاد الجزيرلي وكان شهود العقد جليل البنداري وأنيس حامد وكان السبب في السرية أن أهلها اعترضوا على الزواج وكشفت الفنانة الراحلة فاتن حمامة في حوار سابق عن سبب انفصالها عن عز الدين زلفقار نافية ما تردد أن عمر الشريف وراء إصرارها على قرار الطلاق مؤكدة أن زواجها من عز الدين زلفقار كان فاشلا في الأساس بسبب فارق العمر بينهما لأن علاقتهما كانت تشبه علاقة التلميذة بأستاذها وأكدت سيدة الشاشة العربية أنها كانت تشعر بالملل في كثير من الأحيان بسبب انشغال عز الدين زلفقار طوال الوقت بأفلامه وقالت سألت نفسي هل أنا سعيدة؟ ولم أجد إجابة تريح قلبي لهذا السبب أبلغت بقرار الانفصال لأن حياتنا كانت مليئة بالملل والخلاف والصدام المستمر منذ أن تم الطلاق بين سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة وبين المخرج الكبير عز الدين زلفقار والإشاعات لا تتركها أبدا وإنها تركت عز الدين بسبب قصة حب جديدة رغم نفيها تماما لهذه الشائعات واختلفت الإشاعات فمنهم من يقول أنها تحب عمر الشريف الذي لعب دور البطولة من خلال فيلم سراع في الوادي ومنهم من يقول أنه المخرج يوسف شهين ومنهم من يقول أنه ضابط لأنها شهدت معه أكثر من مرة بمدينة الأسكندرية وهي تسير معه بشوارع المدينة وآخر مرة كانت تمسك زراعه متجهين إلى إحدى دور العرض الذي اتضح فيما بعد أن هذا الضابط هو أخيها منير حمامة وصرحت فاتن حمامة أنها لا تهتم بتلك الشائعات فهذه ليست المرة الأولى التي تنطلق فيها إشاعات حول اسمها فقد سبق أن راجت إشاع قوية بينها وبين الفنان عماد حمدي حيث مثلت معه في عدة أفلام أدوار الحب والغرام وكانت كلما أتقنت دورها تؤكد الناس أنها تحبه بشدة وأن المسألة لم تعد تمثيلا كما يظن البعض وعندما ارتبط عماد حمدي بقصة حب مع الفنانة شدية اتصل بها جمهورها ليعاتبها بكيف تسمح لشدية بخطف حبيبها منها وكانت شدية تظهر كثيرا في ذلك الوقت أمام كمال الشناوي ولهذا كان متوقعا من الجمهور بنبأ زواجهما كما كانوا يتوقعون بطلاق فاتن وزواجها من عماد حمدي وتقول فاتن حمامة أنها عتادت أن تستمع إلى هذه الشائعات وتقابلها بالابتسام مرة وبالسخرية مرة أخرى أما السبب الحقيقي في انفصال فاتن حمامة عن عز الدين زو الفقار يعود لبدء التحضير للفيلم إني راحلة ففي الوقت الذي كان يجهز فيه عز للفيلم بدأ الخلاف بينهما بسبب قرار زو الفقار أن يكون الفيلم بطولة مديحة يسري وليست فاتن حمامة والتي غضبت بشدة خاصة أنها كانت بطلة أغلب أفلامه منذ أن بدأ العمل معا وبدأت أيضا الغيرة تترك باب قلبها من مديحة يسري بسبب اهتمام عز الدين الزائد بها أثناء العمل بالفيلم مما دفعها للانفصال عنه وبعد انفصال عز الدين زو الفقار عن فاتن حمامة تزوج بعد ذلك في عام 1954 من كوسر شفيق وأنجب منها دينة زو الفقار وتزوجت فاتن حمامة من عمر الشريف عز الدين زو الفقار لقب بألقاب عديدة لنجاحاته في السينما المصرية منها فارس الرومانسية وشاعر السينما يعد من أهم المخرجين في العصر الزهبي للسينما المصرية ولد في حي العباسية بالقاهرة في 28 أكتوبر عام 1919 فوالده أحمد مراد بك زو الفقار وكان عميد شرطة ووالدته نبيل هانم زو الفقار وهو الشقيقة الأوسط للفنانين محمود زو الفقار وصلاح زو الفقار كان زو الفقار طالبا نابغا وحصل على منحة ودرس علم الفلك بعد المدرسة الثانوية التحق بالكلية العسكرية لإرضاء والده على الرغم من أن زو الفقار لم يعترض على الفكرة نفسها لأنه رأى أن تعلم الدراسات العسكرية من شأنه أن يوسع تصوراته خلال تلك الفترة تعرف على عدد من الشخصيات البارزة التي شكلت السياسة المصرية فيما بعد مثل الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس أنور السادات ويوسف السباعي وصروة عكاشة وأعضاء آخرين في حركة الضباط الأحرار الذين قاموا بصورة يوليو عام 1952 وبعد ذلك تم ترشيحه مرتين لمنصب وزير الثقافة لكنه رفض منصب الدولة لأنه كان يحب السينما مشوارز الفقار السينمائي لم يتخطى سوى 16 عاما وذلك نظرا لوفاته في سن الشباب ولكنه ترك تاريخا سريا ومليئا بالنجاحات فرصيده كمخرج يصل إلى 33 فيلما منها ثلاث أفلام في قائمة أفضل مائة فيلم مصري في القرن العشرين والرصيده كمؤلف يصل إلى 26 فيلما وأنتج برفقة شقيقه الأصغر سلاحظ الفقار العديد من الأفلام الهامة منها بين الأطلال في عام 1959 والرجل الثاني عام 1959 وملاك والشيطان عام 1960 والرباط المقدس عام 1960 وصراع الأبطال في عام 1962 حصل عز الدينزو الفقار على عدة جوائز منها جائزة الدولة الثانية في الإخراج عن فيلم أنا الماضي عام 1951 وجائزة مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن فيلم وفاء 1953 جائزة مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن فيلم موعد مع الحياة عام 1953 جائزة الصحافة اللبنانية عن فيلم موعد مع الحياة عام 1953 جائزة الدولة لأحسن قصة عن فيلم بور سعيد عام 1957 جائزة الدولة في الإنتاج عن فيلم صراع الأبطال في عام 1963 جائزة الدولة في السيناريو عن فيلم صراع الأبطال في عام 1963 وأيضا حصل على وسامة الجمهورية في العلوم والفنون من الطبقة الأولى توفي عز الدينزو الفقار في القاهرة في 1 يوليو عام 1963 بعد صراع مع المرض وكان عمره لم يتجاوز 43 عاما ترجمة نانسي قنقر